تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء على الرغم من تحسن القطيعة بين ديلان وباران في زهور الدم إلا أن من في القصر لا يزالون عنيدين لا سيما أزاد مهووسة بديلان وتستمر في إساءة معاملة وإهانة ديلان يحمي باران ديلان ضد آزاده ولا يحب آزاده هذا الوضع على الإطلاق وضع باران المنشور حصلت دريا أيضاً على نصيبها علاوة على ذلك أعلن باران أنه من الآن فصاعداً إذا حدث أي أذى لديلان فسيعلم منهم وهكذا تم رسم موقف باران الواضح تجاه ديلان هناك بعض النقاط التي تحير باران لماذا يحدث دائماً شيء ما لديلان ويحاول اختطافها؟ من الذي يتعامل مع ديلان؟ عندما التفت باران إلى هذه الأسئلة فكر باران في أنه لم يعد عليه أن يترك ديلان وشأنه كان باران متحمساً جداً لدرجة أنه أرشد المعلم إلى الطريق إذا نظرنا إلى ديلان نجد أنه يثق في باران كثيراً يعز قادر ذلك إلى حقيقة أن باران عادل دائماً الآن تصافح باران وديلان نعم أصدقائي كانت هذه الحلقة حتى هنا وداعاً لنراكم في فيديوهاتنا الأخرى ترجمة نانسي قنقر